لطالما كان العديد من المهن في لبنان ما قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد تعتمد بشكل أساسي على يد عاملة رخيصة وافدة من بلدان ذات مستوى معيش متدنيه فمثلا أعمال الزراعة وقطف المحاصيل استدعت الحاجة لليد العاملة السورية والفلسطينية أما العمل المنزلي والتنظيف كانت اليد العاملة الغانية والسرلانكية والسودانية وأيضا الهندية مهيمنة بشكل كبير بالإضافة إلى اليد العاملة المصرية التي كانت تعمل على محطات الوقود ولكن أدى الوضع الاقتصادي المتردي في السنتين الماضيتين بسبب فيروس كورونا وأيضا نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى تراجع أعداد العمال العرب والأجانب في لبنان فبحسب آخر الأرقام التي نشرتها الدولية للمعلومات شركة إحصاءات لبنانية فقد تراجعت اليد العاملة الغانية في لبنان بنسبة كبيرة لامست 93.9% ثم الفلبينية بنسبة 86.3% وتليها البنجلاتشية بنسبة 85.3% واللافت أيضا أن نسبة اليد العاملة المصرية في لبنان تراجعت بنسبة 79.2% ويعود هذا التراجع إلى عدم قدرتهم على الصمود بعدما تخطى الدولار عتبت الـ 31 ألف ليرة وبالتالي عدم إرسالها الأموال إلى عائلاتهم نتيجة تدني قيمة أجورهم بالليرة اللبنانية وحده العامل السوري ما زال يفضل البقاء في لبنان هربا من أزمات بلده ومرتكزا على مساعدات الأمم المتحدة الشهرية بالدولار الأمريكي إلى جانب ما يتقاضاه من أجر زهيد بالليرة أما اللبناني فقد أصبح اليوم وبفعل ظروف صعبة يلجأ إلى مهن لطالما اعتبرها معيبة في وطنه وذات مردود مالي منخفض لتأمين لقمة عيشه الشريفة